اهلا بكم مرة تانية في فيديو جديد من فيديوهات الالكترونيات والقهرباء معاكم مهندس حسن حثنين من غوريلا اوتو تنيرف هنتكلم في الفيديو ده من فيديوهات الالكترونيات والقهرباء عن عنصر مهم اخر جدا من عناصر الدوائر الالكترونية والقهربائية وهو الترانزوستور الترانزوستور بيستخدم في جميع الدوائر الالكترونية والقهربائية التي لها علاقة بالثيارات او غيرها وهنتكلم في الفيديو ده عن الترانزوستور وعن تركيب الترانزوستور ومما يتكون وعن التشبيه او وجه التشابه بين الترانزوستور والديوت وهنتكلم عن رمض الترانزوستور في الدوائر الالكترونية والقهربائية وكيف يعمل الترانزستر وشروط عمل الترانزستر وهنتكلم عن حاجة اسمها طيار الحمل وطيار القاعدة في الترانزستر وهنشرح التلدام الترانزستر في مجال السيارات وبالتحديد في دائرة الإشعال الإيجنيشن فركة كمثال للترانزستر في مجال السيارات وهنشوف طبعا العلاقة بين طيار الحمل وطيار القاعدة وازاي بيظهر عندي تلت مناطق لعمل الترانزستر وهي منطقة القطع القطوف ومنطقة التشبع الثاتوريشن ومنطقة الفعالة الأكتف لينيا الريجون وهنعرف انه الترانزستر بيعمل كمفتاح إلكتروني في منطقة القطع القطوف ومنطقة التشبع الثاتوريشن تجيب الترانزستر بيتكون الترانزستر من ثلاث بولورات كل بولورة من مادة شبه موصلة متعامة بالجرمانيوم أو السيليكون وبتحتوي المنطقة الوسطى على بولورة رقيقة جدا شبه موصلة يموجب يثالب وتسمى القاعدة البيز بينما المنطقتان الخريجيتان من النوعية المخالفة للمنطقة الوسطى وتسمى هذه المنطقتان بالمجمع والباعث الكوليكتور والإمتر ومن استخدامات الترانزستر يستخدم كمفتاح إلكتروني وكمكبر للإشارة الإلكترونية أنواع الترانزستر أنواع الترانزستر من حيث التركيب بينقسم الترانزستر من حيث التركيب إلى NPNType وBNPType الدايود والترانزستر إحنا ممكن نشبه الترانزستر أنه هو اتنين دايود نايم إحنا شايفين قدامنا كده في الشكل يعني مرة الكثود بتاع الاتنين دايود ده لجوة وفي الحالة دي الترانزستر يبقى من النوع الBNPType ولما يكون القانود هو اللي جوة بيبقى الترانزستر من النوع الBNPType وده طبعا ما بينفعش علميا أنه نجيب اتنين دايود في وش بعض أو عكس بعض هيدون ترانزستر موضوع التشبيه ده لمجرد الفهم فقط وده ليه؟ علشان نسبة تطعيم الدايود غير نسبة تطعيم باللورات الترانزستر نقدر دلوقتي نقول إن شكل أو رمز الترانزستر هو اللي هنشوفه دائما فيه الدوائر الإلكترونية هو اللي قدامنا ده إزاي يعرف من الرمز بتاع داخل الدوائر الإلكترونية نوع الترانزستر إذا كان BNP أو NBN من الثهم داخل الدائرة الثهم ده بيشير دائما إلى الثالب اللي هو A-negative اللي هو ال-N يعني ودائما الثهم ده يداخل يخارج من الباعث اللي هو ال-N متر والقعدة هي طبعا البيض يعني دائما بتكون هي اللي فيه المنتصف وطبعا أنا عرفت القعدة والباعث اللي هو ال-B وال-N متر بيبقى أكيد الطرف الثالث اللي هو المجمع ال-Collector وبكده هنكون تعرفنا على رمز الترانزستر وال-N من الرمز ننفرق بين أنواع الترانزستر سواء كان BNP أو NBN كيف يعمل الترانزستر؟ بكل بساطة لو أنا عندي طيار جاي على ال-Collector المجمع وعاوذ يعدي يروح لي ال-M متر الباعث ولكن الطريق من ال-Collector إلى ال-M متر فيه عقابات وعوائج لازم الطيار يتجاوزها العقابات والعوائج دي اللي هي ال-Base القعدة يعني نقدر نعتبر أن القعدة ال-Base دي البوابة وعلى قد مفتح البوابة دي على قد ما الطيار هيمر من ال-Collector يروح لي ال-M متر وده طبعا في النوع ال-NBN طيب لكن وهنشبه الموضوع ده بالحنفية من في النوع ال-NBN هخلي ال-Collector هو مصدر المياه وال-E هو ال-M متر هو مخرج المياه وال-B البيض هي اليد بتاعة الحنفية اللي من خلالها أقدر أتحكم في كمية المياه اللي رايحة من ال-C لل-E من ال-Collector لل-M متر يعني القعدة ال-Base يعني هي اللي بتتحكم لي في ثرايان الماء اللي هو ثرايان الطيار يعني كل ما افتح ال-Base القعدة كل ما معدل الثرايان هيزيد يعني معدل ثرايان الطيار هيزيد وكل ما افل ال-Base اللي هي القعدة كل ما معدل الثرايان يقل اللي هو معدل ثرايان الطيار يقل يعني الخلاصة ان البيت هي اللي بتتحكم ليه في معدل فرايان الطيار من الكوليكتور الى الامتر العلاقة بين طيار القعدة وطيار الحمل اول حاجة ظهر قدامنا في المنحنة اننا لما بيكون مفيش تحكم بيبقى مفيش طيار حملة عندي بعد كده كل ما بذوط طيار التحكم بيبدأ طيار الحمل يزيد معايا وده طبعا مش هيفضل ينيد عندي كده هينيد لحد معين وبعدين هيفضل ثابت اللي هو طيار الحمل طبعا حتى مع زيادة طيار التحكم وبكده هينهر عندي على المنحنة تلت مناطق اول منطقة منطقة القطف او منطقة القطع وهي المنطقة اللي بيبقى فيها طيار التحكم بيتناوي ثنفر وبالتالي ما بيبقاش فيه طيار حمل عندي يعني طيار الحمل برضو بيتناوي ثنفر يعني الـ IP بتناوي ثنفر والـ IT بتناوي عندي ثنفر تاني منطقة عندي منطقة الـ Naturation منطقة التشبع يعني طيار الحمل وطل لأعلى قيمة لي ولا يمكن انه هو ينيد عن كده حتى لو انا نوت طيار التحكم الـ IP طالت منطقة عندي وهي المنطقة الفعالة Active Linear Region في المنطقة دي كل ما نوت طيار التحكم بيتناوي عندي طيار الحمل وطبعا مش هيفضل ينيد عندي كده وخلاط هيتناوي عندي لحد معين وبعدين يتلم لي منطقة الـ Naturation اللي هي منطقة التشبع شروط عمل الترانزيستور أول شرط من شروط عمل الترانزيستور إن يكون طيار القاعدة يساوي 7 من 10 فولت أو أكتر علشان يشتجل معايا الترانزيستور لأن لو القيمة أقل من 7 فولت الترانزيستور مش هيشتجل عندي أو مش هيعمل عندي ويعني إيه يعمل الترانزيستور يعني الترانزيستور بقى مقاومة متجيرة أو بقى يعمل كمقاومة متجيرة يعني الترانزيستور يمكن اعتباره مقاومة متجيرة وهتتغير هذه المقاومة عن طريق تغيير طيار القاعدة الـ IB يعني لو أنا عندي طيار القاعدة الـ IB بيتوث نفر ده معناه إن المقاومة عند الكوليكتور اللي هي الـ RTE عالية جدا يعني ما فيش أي طيار هيمر من خلال الكوليكتور يروح للإم ميتر وكل ما أذوي الطيار القاعدة اللي هو الـ IB كل ما هيثني الطيار الـ IC الكوليكتور عندي علشان مقاومة الكوليكتور اللي هي الكوليكتور اللي هو الـ T هتقل والعلاقة دي اسمها الـ HFE اللي هي معامل التكبير بالنسبة للطيار يعني أدي إيه أحط طيار في القاعدة الـ IB علشان يعدي طيار معين في الكوليكتور الـ I-T طيار الحمل وطيار القاعدة الـ Base Current واللود Current طيار التحكم الـ Base Current هو طيار القاعدة الـ IB اللي نايمة قلنا إن طيار القاعدة هو اللي بيتحكم فيه طيار المجمع علشان يروح ليه الباعث طيب الطيار اللي جاي من الكوليكتور رايح للإم ميتر ده اسمه طيار الحمل اللود Current وبكده نبقى نقدر نقول إن من مميزات التراندستور إن طيار التحكم الـ IB بيكون نغير جدا مقارنة لطيار الحمل اللي هو اللود Current يعني طيار نغير بيتحكم ليه فيه طيار كبير جدا مناطق عمل التراندستور طبعا دي مباين عندي كده فيه الشكل اللي قدامي إن فيه منطقة القطع القطف بيعمل التراندستور كمفتاح مفتوح ومنطقة التشبع منطقة الـ Naturation بيعمل التراندستور كمفتاح مغلق وفي المنطقة الفعالة الـ Active Linear Region بيعمل التراندستور كمقاومة متغيرة استخدام التراندستور في مجال الفيارات إحنا قلنا إن التراندستور بيتمح لين لطيار نغير إنه هو يتحكم فيه طيار كبير طب نقدر دلوقت نشرح حاجة مهمة جدا في دائرة الإشعال اللي قدامنا دي الإيجينيشن تيركيت وهي الـ Power Transistor Unit مشت التراندستور أو المشت الإلكتروني اللي هو عبارة عن تراندستور بيجيله إشارة نغيرها من الـ Control Unit اللي هي يتمهى الإيجينيشن تايمينج كنترول سيجنل علشان يفتح التراندستور ويعدي ليه في فولت بتاع البطارية اللي هو الباتاري فولتش علشان يوصله للأرض وبكده تكتمل دائرة الإيجينيشن تيركيت الحالة دي عندي هيشتغل من خلال جهد البطارية وبالتالي الملف الثانوي هيشتغل علشان يرفع ليه جهد البطارية ويعليه جدا جدا علشان تتم الشرارة الكهربية في البوجيه اللي هو الـ Power Blug وطبعا لأن ونيفة مولد شرارة الإشعال الإيجينيشن كويل تحويل الكهرباء الضعيفة اللي هي فولت البطارية الباتاري فولتش إلى آلاف الفولتات اللادمة لخلق شرارة كهربية في شمعات الإشتعال لـ Power Blug من أجل إشعال الوقود داخل المحرك وطبعا أنا لو قطعت إشارة التحكم اللي جاية من الـ Control الإيجينيشن تايمينج وكنترول سيجنل عن التراندنستور اللي موجود فيه المشت الإلكتروني الباور تراندنستور يونيت يعني هيتحول التراندنستور لمفتاح مفتوح يعني مفيش طيار هيعدي من الـ Collector يروح على الإمتر وبكده دائرة الإشعال الإيجينيشن تركت مش هتشتغل وبكده الـ Power Blug اللي هي شمعة الاحتراق مش هيحصل فيها شرارة لأننا في منطقة القطع نايمة قلنا من شوية منطقة القطع فيه التراندستور وبكده هنبقى نهينا فيديو التراندنستور وإعلاقته بيه كنترول الثيارة وشرحنا طبعا في الفيديو ده تركيب التراندنستور ويهه؟ تجميعه، تشبيه التراندنستور والضايت رمض التراندنستور في الدوائر الإلكترونية وكيف يعمل التراندنستور وشروط عمل التراندنستور وتكلمنا عن طيار الحمل وطيار القعدة وشوفنا إذناي بين التراندنستور في مجالة طيارات وبالتحديد دايرة الإشعال الإيجينيشن تيركيت وشوفنا العلاقة بين طيار الحمل وطيار القعدة وإذناي بيظهر عندي تلات مناطق لعمل التراندنستور اللي هي منطقة القطعف ومنطقة التاتوريشن ومنطقة الأكتف لينيار ريجون وعرفنا إذناي التراندنستور بيعمل كمفتاح إلكتروني في منطقة القطع ومنطقة التشبع منطقة القطعف ومنطقة التاتوريشن وشكرا شكرا